كان يذكر قصيدته المؤنسة التي كتبها في وادي خلب فنسأله عن قصتها فيقول دائما قصة القصيدة قصيدة الحب والعشق يا وادي الحب هل لازلت محتفظا بأثل سلم الذي من بعدها وصبا وهل سقيت عروق الأثل يا خلب من أجل يبقى بطول الدهر منتصبا كي لا يموت إذا ما مات يا خلب تاريخ حب الذي في جدعه كتبا فكان رحمه الله يذكر هذه القصيدة المؤنسة ويرددها كثيرا ويحتفي بها وهي من أشعاله التي إذا التقينا به سألناه عنها على أن له أشعارا وقصائد كثيرة ربما سألنا عن بعضها وسئلة عن بعضها في بعض اللقاءات لكن هذه القصيدة أثيرة عنده أيضا له قصيدة أيضا مشهورة عنوانها عيون من بلدي كتبها لما رأى صورة عروس في إحدى المجلات فكتبها تلك القصيدة فله العديد من القصائد ويمتاز شعره بالسهولة والتلقائية وشيء من الظرف أحيانا ترجمة نانسي قنقر